انتلاق المتجربة دي الانتلاق المتجربة دي الدراري صحابي فانا قنجب لكم الخلاصة ان شاء الله اللي تخليكم تختاروا البنك الاحسن اللي غادي يحق ليكم متطلبات ديلكم في العمل ديلكم او في خدمة شخصية اللي كتقوموا بياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم اخوتي في درس جديد على القناة ديلكم استفاهة معا اليوم ان شاء الله غادي نتحدثوح لواحد الموضوع اللي مهم بزاف ولي كيهم جميع الناس اللي كاتخدم في الانترنت هاد الموضوع هذا هو الابناك المغربية فالجميع كيعرف بان المغريب الحمد لله عنده بزاف ديال الابناك مغربية فكلقوا مثل انتسياش بانك كلقوا الشعبي بانك كلقوا تجاري وفا بانك البوستار كريدي اغريكول كلقوا سوسيتي جنرال بمسي بمسي بمهم هاد الابناك كاملين وزيد عليهم الله كالإسلامية أمنية وبزاف وزيد وزيد فاليوم ان شاء الله غادي نحاول انطرقوا الخلاصة ديال الابناك المغربية غادي نحاول نعطيكم ثلاثة انتوع الابناك اللي هما أحسن ابناك اللي كيتتعملوا مع بهم الدراري انتلاق المتجربة ديال الدراري صحابي فانا غنجب لكم الخلاصة ان شاء الله اللي تخليكم تختاروا البانك الأحسن اللي غادي يحق ليكم متطلبات ديالكم في العامل ديالكم او في خدمة شخصية اللي كتقوموا بها اولا غنضروا على البيم سيو بنك وغنضروا على السياش بنك وغنضروا على البانك الشعبي فثلاثة يعني هما احسن ابناك اللي كينين في المغرب حاليا للناس اللي كيخدموا في الانترنت او لكي تسوقوا من الانترنت فدبا غادي ينتقلوا بالبانك الشعبي فبالنسبة للبانك الشعبي غادي نهضروا على الإيجابيات وعلى السلبيات ديال هذا البانك فاولا البانك الشعبي كيوفر لنا واحد الكارت اللي اسمتها اي كارت هاد الكارت هذه اللي كتخول لنا الشراء من الانترنت وتتعطينا مجموعة متع المتيازات اللي غنضكروا دبا ان شاء الله نبدو بالإيجابيات فالإيجابيات سوفوا ان هذا البانك الشعبي يعني عدد الوكالات البانكية موجود بزاف يعني فيما مشيت يغتلقى يعني كين بعض المرات اللي كتلقى شاريع واحد فيه ثلاثة اربعة نتوع لزاجونس ديال البانك الشعبي وهذه ميزة مزيانة وكينين بلايس اللي قورة اللي نائية وكتلقى فيها البانك الشعبي يعني ما عندك مشكيل ديال الوكالة تكون قريبة عليك الحاجة الثانية الشراء او الدفع فواتين الخارجية فهذا كيخلول لك انك تعمل في الانترنت مثلا صحاب الفيسبوك ادس او الناس ديولة الادسينس او الناس اللي عندهم يعني خدامات كيقدموها بار انترنت او كيشيرو خدامات بار انترنت او كي تسوقوا من عليك سبرايس بانكو جيرباست كيوفر لك هذه الخدامات كاملين البانك الشعبي بهذا الكارت هذي ديالو كالقاء وتفعيل بايبال فالكل كيعرف بان مجموعة كبيرة انت عبنك المغربية ما كتوفرش على هذه الخدمات يعني كي تفعيل بايبال و بايبال يكون عندك قابل من الاستخدام يجب ان تفعيله ولكن كان البانكت لكي يقدروا يأكسب تلك التفعيل و كانت أبنك اخرين لا فبنسبة لك هذه الميزة تتفرح كانت لتعبئة مباشرة من الحساب يعني ما مقاش انت ستحاول تهزمن الكمترنت و تحطف الايكار و تلك المشاكل والصداع فهنا مباشرة انت تتخلص او تدير اوبراسون فاوتوماتيك مو هو كي يأخذ من الحساب مباشرة وبالنسبة الاقتطاع السنوي فتبلي اقتطاع ممتاز اللي هو 79 درهم اللي تتبلي ايضا 70 درهم رايلا قسمتي على الشهر رمجة وانو يعني مخير ارى لنا السلبيات فبالنسبة للسلبيات هو تستبيق دول المستوى يعني عندهم واحد الابليكاسيون في الشعبينت يعني بالنسبة لي انا دائما مشاكل دائما يعني كتلقى بروبليم في السيرفور يعني كين بزا بديها و المشاكل وكين مشاكل في النظام المعلوماتي عندهم يعني اكثر يا سيستيم طايح وكين عدم استقبال النقود من بايبال يعني هذا مشكل اخر اللي صعبته فمثلا انت كان عندك واحد شين يوتيوب او كانت عندك شي تقدم شي خدمات في خمسات او في فيفر فما غادش تقدر انك تستقبل النقود ديالك في بايبال دبا غدوزو الاقتطاعات على كل شراء كينها جوج فاصلة جوج في المياه مثلا انت اخذيتي واحد البياسة بمية دولار فراوما يقتعلك جوج فاصلة جوج دولار من المبلغ اللي شريتي بي يعني انت شريتي بمية دولار سيقطعلك مياه و جوج فاصلة جوج دولار بالتسبب ليه ماشي شي حاجة ولكن المهم كتدخل في السلبيات والمستخدمين دعونا كفاءة هذا مشكل كين في المغرب كامل يعني كتمشي كتقول بنا دمرة خاصة الفلس ديالي يكونوا وصلوا جييني بايبال كيقلك شنا و بايبال ما عرشنا و بايبال ما عرشنا و الخدمات نتاوع النات وهذا كي يسبب لك واحد المشكل الكبير اللي نتمنى ويتجاوزه مستقبالا دبا غادي ندوزو و نعطوه واحد يعني اطلالة شاملة بالنسبة للبانك الشعبية تقدم بطاقة بانكية دولية تتمكنك من انك تشري بها في المواقع المغربية خمسين الف درهم كحد اقصى سنويا و في المواقع الدولية خمستاش الالف درهم كحد اقصى سنويا بالنسبة المواقع المغربية فكب حال جميع دوك المواقع المسبقة اللي مسبقة دفع مهاتناش يعني اللي كيتخلص مثلا سيرفيس بحلاقة و لكن الشركة كان في المغرب اما بالنسبة للخمستاش الالف درهم فهي الدوطاسيون اللي كنقوله اطرونجار هي اللي مثلا تشري من علي اكس برايس او من بانغود هذا البطاقة تكون مربوطة بحسبك في البانك الشعبي يعني ما تتشرجها لاوالو انت تشريه يكتكلك من الكوندوك هذه الدواجة اذكرنا تيمكنك تطلع لش حال بقي لك في الراسي يعني لابد تتعرف لش حال عندك اما كتمشي الشباك الأوتوماتيكي او عن طريق الابليكاسيون او سيت الشعبي نيت هذا الحساب اللي تيمكنك من خلال تفعيل بطاقة باش تشري بها او تلغي تفعيلها يعني باش تزيد الحماية يعني ان هذه كنقوله لها احنا اما كتاكتيفي دوتاسيون او لا تستطيع ان تستطيع الى التحقيق يعني او خب نظام يطيح على كارت و الكود لا يستطيع ان يشريه الا فاعلتها بمعلومات الشخصية بالنسبة لتمنى تقارد ذكرنا تسادي سبعين دون احتساب الرسم جز فاصلة جز على كل اقتطاق طلع هنا كانت هذه هي كارت الشعبي اتمنى تكونوا فهمتني ندزو دباء السياج محبوبة الجماهير بالنسبة لهذا السياج سنضرع على ايجابيات سنضرع على السلبيات اول حاجة السياج عندهم اسمتها اي شوبين عندها بزب دي الامتيازات اللي غادي ينذكروا منهم مثلا الحساب مجاني اللي فئة كبيرة فمثلا كانت تقبل واحد انتعاد الشابة بقل من ثلاثين عام بداروا لهم واحد البيتاقة اسمتها اكوترونت ما كانوا يخلصوا التريال عليها وكانت باك سيداتي تهوى يعني جميع النساء ما كانوا يخلصوا التى حاجة ومؤخرا فرحوا الناس الموظفين تهوى يعني اي موظف فامشي ايدلي بالورقة اللي كتقول بانه وراه بقي تيزا والعمل في ذاك المهنة يعني موظف معلم استاذ بوليسي اللي كان وشاهد انتع تسكنه وراه اوتوماتيك مو غادي قدوليه كارت ناسيوناليه ضروري الحاجة التانية استقبل اموال من طايب باط هاد الميزة اللي مكانت في البنك اللي قبل الشعبي كتتوفر عليها السياج بانك يعني انت إلا عندك شي خدمة او لا شي حاجة مثلا شي شين يوتيوب وغد دخل فلوس كفاره كتصفتهم مل كونت مثلا اللي عندك بايبال السياج ديالك وغادي يوصل ان شاء الله بين خمسة ايام الى خمسة اشرا شراء او دفع فواتر خارجية يعني اي حاجة بيتي تشريها من الانترنسيونال تقدم لك هذه البطاقة هذا الامتياز هذا تفعيل بايبال هذه الميزة مكانش في الشعبي يعني هوا تفعيل بايبال هنا موجود عملية شراء دون اقتطاعات يعني هذي من اللحواج اللي ما غا تلقاه هاش في بانك اخرى يعني اي شراء ما يقدع عليه تاشي حاجة وهذه ميزة لزوينة فتصور معايا يا أخي كنين شيدرير كي يضبر على شي هوتات مثلا كوبون مثلا تاعشي بياسة بدرجة دولار كي يلقى واشي كوبون ديالدولار تصور لك انه هو تقاية لكي يجب الكوبون باشطح عليه بدرجة دولار وتتمشي انت كتشري وكتلقى رأسك بان انا ديالج انقصت لك البانكة ان دولار بدون موجه بحق يعني هنا كتكون صدمة كبيرة ندوزو الاقتطاع السنوي اللي هو ممتاز جدا اللي هو ستوستين درهم هذا هو ثمن الخدمة انت عادلة كارتها هذي يعني اللي ما بغاش صراحة انا كنصحكم كاملين بها السياج بنكة هي اللي دير والحمدلله بقي لحد الان وخافيها بعد الحوايج اللي ماشي يومها ولكن مهم غاد ينظروا على كل حاجة فوقيتها بالنسبة الاستقبل الاموال بين خمسة وعشرة ايام رادرنا عليها قبل يعني الى الصفت فلوسك من بايبال للبانك ديالك فبين خمسة ايام وعشرة ايام غتلقاهم عندك بدون احتساب السبت ندوزو السلبيات يعني اي حاجة في دنينا عندها سلبيات يعني احنا كنختارو الحاجة اللي فيها السلبيات أقل فاندوزو الولا عدد الوكالات البنكية يعني مونقارد يعني كنشي موضوع اللي كتلقى بحدا مثلا نيل كنا في مدينة علاقة دا وكينشي بلايس اللي ما فيهم شقاع البنكة ما فيهم شقاع البنكة يعني هذي من المشاكل اللي كان عاني منها انا الى صفرة الشبلاصة ما كنلقاش الوكالات في ناخد الخدمات ديالي بالنسبة لتاني مشاكل كين مشكل في النظام العلوماتي عندهم موفي زفار تقدر تمشيت قبل 10 ايام من يتصل لك النوفا سيقول لك الرزو طايح وكين المستخدمين دون كفاءة تصور معي واحد المرة كنت مشيت تنسو الى واحد الاخ على بايبال سيدخلوني الفزيج عندي تقربة عنده واحد يومان سيدخل الفلس وكنتفجأ بيت يقول لي ما هو بايبال وشن نقراسة ولا شانجر ونزول اختفاء مبالغ دون تبرير هذه مشكلة العاويس يعني بزاف دي الدراري يستحبوني تقربوني وقالوا لي بانا وراء مشاولينا مبالغ ما كينش ما ديريش لنا فين مشاو ولا كيفاش مشاو ولا كيفاش مشاو ولا الجانس يقول لهم عندما ديرو لكم ديرو الشكاية وسيرو تنصونا عليكم ما هو ما صوناو ما الفلوس رجو سامحاهم الله البتاقة الوحيدة التي لم استطع الاستغناء عنها تتمكنك انك تشريك بها في مواقع المغربية بحل الغيرها 50 البدرهم الناسيونال 15 البدرهم الانترناسيونال ندوزوا دابا البانك بمسيو فبمسيو يعطينا واحد البتاقة اسمتها ايباي وهذه ايباي ان شاء الله سوف نضعه على المميزات وسوف نضعه على السلبيات فدابا سوف نضعه تعريف هذه البتاقة ايباي بحل ايشوبين بحل ايكار بطاقة مسبقة دافع تقوم بالخدمات عبر الويب نضعه على الإيجابيات بالنسبة للإيجابيات حساب مجاني لفئة الشابة بين 24 و 18 سنة يزوين عندهم وحساب مجاني جميع الطلبة يعني إذا انت بقي تقرأ فرما تخلصتها وشارع او دفع فواتير خارجية يعني حساب مجاني جميع الطلبة فإذا انت تستقبل اموالي كوتيديا كل شهر يوصلك وحساب مجاني فهنا يطبقوا عليك واحد القانون ليمش يقولون بانك تخلص بحال الناس لانك لانك نزيد نكمل استقبل اموال بين 14 و 10 الايام يعني نقشة تفعيل بايبال رديج هادرنا عليها واستقبل بايبال بايبال يعني بنك نزيد سلبيات كيف العادة عدد الوكالاتي البنكية يعني قليل بزاف تلقى بانكة واحدة إلا كانت شيء مدينة صغيرة تلقى فيها بانكة واحدة إلا مشي تلشي فيلاج لاشي حاجب لما تعول يعني حاول تضرب التليفون ولا ولا تسندت تنزل المدينة الكبيرة وصفي انا هادروا على مشاكل في نظام معلومتي يعني الحمد لله هذي كيش تركوا فيها كاملين يعني دي ما كانت مشي كتلقى السيستيم طايح يعني المغرب الحمد لله هو هذا المستخدمين دون كفاءة لا يحسن لهم الناس باقي قدام شي شوية نتمنى يتطوروا وديروا لهم الناس دي فورماسون ليس يكونوا في المستوى دي الناس اللي يقدمون لهم الخدمات نزيد القطع سنوية 121 درهم يعني وقت قريبا زيد شي شوية 121 درهم ما سهلاش بالنسبة لي نرى سيلبيا وعاد اللي وعرى وعرى بزاف هي عندك 10 دراهم زائي 10 درهم غير تقوم بزافة لكل شراء بقيمة 500 فما فوق يعني تصور معايا 10 درهم غير تقوم بزافة زائي زائي وصاف ودباء سنجد الأخي بحاجة 10 درهم على كل شراء فبنسبة لي هذه وانا متافق معاك تصور معايا 10 درهم على كل شراء وانت تشري شيئ 10 درهم وقالوا لك 20 درهم يعني لا يزافر وكانت هدية بطاقة ايباي يعني البطاقة الوحيدة اللي واخر مقانوية مغانديراش تتمكنون انك تشريتها بحل الخراين مواقع مغربية 50 درهم الانترنازيون الانترنازيونال 15 ألف درهم والتالي هنا كان هذا هو الدرس ديالنا اخوتي نتمنى يكون الشرح بسيط ونتمنى نكون وصلت لكم المعلومة لان هذا الفيديو هدا قدرتو باش نحيد لديك الالتباس اللي عند بزاف ديال الدراري على الابناك المغربية وعني كي بقوا يسولوا ما من البنكة غادي نختار ما هي البنكة اللي غادي ندير وكل واحد فين كيصفتك المهم اعطيتكم امتيازات اعطيتكم احسن ثلاثة ابناك انتو ما غا تختاروا واحد منها الحسب المميزات اللي ذكرت لكم الحسب السلبية اللي بل لكم متوافق مع العمل لكم فخدموا به لا تنسوا الاشخاص اعطيتكم في القناة الجر جيم وفعل جرس وبرتجي مع أخواتكم والله يسر لكم جميعا